أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن حرية الرأي والتعبير من منطلقات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونوه سموه بأن الصحافة البحرينية أحد أسباب مواصلة نهضة الوطن على المجالات المختلفة وعكسها للمنجزات التي تتحقق للمملكة وأشاد سموه حفظه الله بالدور الذي تقوم به صحافتنا الوطنية في الحفاظ على المصالح العليا للوطن وإبرازها للوجه الحضاري والتنموي التي تتمتع به المملكة وشعبها المحب للسلام مشيرا إلى أهمية تحلي كافة الصحفيين بالمسؤولية الوطنية والعمل على تغليب المصالح الوطنية بالتحقيق كل ما من شأنه أن يصب في تحقيق الهوية الوطنية الجامعة خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات بالغة الحساسية تتطلب خطابا إعلاميا مسؤولا يجمع ولا يفرق يبني ولا يهدم وأشاد سموه بالمضامين السامية التي جاءت في الرسالة التي وجهها جلالة الملك المفدى حفظه الله بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي كانت بمثابة خارط طريق لمواصلة الانطلاق نحو الأهداف التي اختطها مشروع جلالته الإصلاحي وبمزيد من المقتسبات التي تضاف لرصيد صحافتنا الوطنية ووجه سموه خالص التهانية لكافة المنتسبين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف يوم غد السابع من مايو الذي يعد يوما يرد فيه الوطن للصحفيين قليل ما يقدمونه لها من عطاء طوال مسيرتهم في الصحافة الوطنية التي تعد رافدا أساسيا لكل التحديات والتطوير الذي تنشده المملكة مؤكدا سموه على أن الصحافة هي المرآة التي تعكس لنا الواقع بكل حقيقة ومسؤولية لتدفع المسؤولين لراسم الخطط والاستراتيجيات لصالح المواطن وأكد سموه بأن حرية التعبير حق أصيل في الدستور وهي من الثوابت التي كانت ولا زالت نبراسا للصحافة البحرينية لتواصل التمييز والإبداع لتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها ترجمة نانسي قنقر